موسيقى 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 كل شي عندك غالي ونار خالي بالاستمرار بتعيش العمر ربعان رفعوا سعر البطاطا والأندومي والشوكولاتا بد تحكيها عبالاطا المواطن لا يهتعبان ورفعوا الديزل والبنزين مش في الأردن وفلسطين حتى بأمريكا والصين وبأورطا واليابان المواطن بشك الطافر والعامل عايش بالخطر وطاصرنا في تاني الشهر نعمل منسف عاج حال قال ما عدك في الوظيفي والإمكانيات ضعيفي حتى الناس الحري فيه بركض وراها الديان شو بدي أحكي يا خالي انتي علي غالي لو بحكي الصراف الآلي إلا يكون لي روح منها صراف الآلي شو خصه كنك ناوي تبدأ بقصه ما انتي راتبك نصه مع الأرقلي والدخان أنا بلش يتحركش فيه ع رؤية الفضائية بالحد داي الشعبية لتحاور نفتطلع خسران قال ما تحد لو عندي قدرة وعمري مشايب على الخبرة أما شادي عنده كبرة آخرت فيها غرقان بشهد كل الموجودين بشهد للمشاهدين انتي مين وشادي مين يا قطرة كبال الطفان أكرم عملك يا شادي صنعك للمغنى حادي أيام ما قلت التادي كنت من المغنى زهدان حالك فيي لا تربط أنا بطلع ولتا تهبط وإلك أستاذي بتثبط كتبي في أول نيسان كتبي النيسان المشهورة هذه براسك محفورة أصلا ما فارد ثورة لولا شادي الكاراوان أنا مشهورة وشادي مشهور وبتعرف صوتي شحرور أما انتي صيرت محشور بين المدركة والسندان أنا اللي عندي بقانوني فني حلو ومرهوني مثل سليمان القانوني يام رافقناه الدران أنا والكلمات بلي شيها إذا راحت تاليها أما الخالم قضيها يحضر حاريم السلطان أنا عادي كل شي بتابع ما دامه فنه رائع تشوف الجيل بطالع شو بقاله وإيش الحسنان نتابع حالة زماني تابع شاد الكاراواني ع اليوتيوب بتلقاني بصدح بالصوت الرنات أنا خليتلك يوتيوب تشاهد حالك والتروب كل ما فيها الدنيا حروب انتي أسرع من غزنان بالحفلات وع الشاشات وع اليوتيوب وع الواتساب وع التكتوك وليستبشات وأي مانصة لو تنحب تلقاني مشاهدات وانتي بتحط اللي قلب لأن بكل السادات ببتحالي بكل مكان تشاهد الفنك مرتاب بحاله ما خد شخصيه لا فنك منع الدراب ولا حتى دحيه حتى ع التكتوك وسناب يا معدوم الشخصيه كل من حطلك إعجاب في التالي باسمحنا دمان شادي ينادي بصوته الهادي رد الوادي شادي مين قلو شادي رمز بلادي بالحادادي والتلحين شادي حادي عربي طاضي صوته ينادي على الحلوين بالإنشادي بالإيرادي بالإيرادي بغنى الحال كل ما أشكم بتحد تكرم برحل بلدم بتعلمش غير تلعتم ما تتحطم راح تسمم حتل النح أكرم قسم عظم الطيغة مبنى ورمم قبر الوحش إني فحلم شاعر ملهم بنكوش عاصل ضم صوان هدي يا بورين وروق وخفر بحجماتك يا خال سجل بلادي كله ضرب بشفن القال بالإعلال عملنا للحتى يسوق مرموك بعين الأجيال أعطيني دخلك لفروق وعد الكفات الميزان ما بين التلي والشط ومجرى الناهر والصحرة إحنا عملنا بوادي القام بحفل يا شاد وسهرة وكتبنا على رمل الخط وميزناها بكم شجرة ربطتنا يا شادي ربط بأسوار الكدس وعماية الله عليك أيوة 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 الله 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 أحبكم العافية أحبكم 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 أنا أنا بعدني بالجو طبعا حالي خليك يسعد مساعكم أحلى مساء لكم بسهرتنا الخاصة سهرة راس السنة واحتفاليتنا برؤيا يعطيكم ألف عافية نورتنا من فلسطين الشاعر أكرم البوريني والفنان أكيد شادي البوريني يعطيكم ألف عافية ما في أحلى من هيك افتتاحية وتحييتنا أيضا لفرقة رؤيا ومنور الاستوديو أكيد أنت تستنى حبيب تهيالب دانا عن جد تنكيو حلال هترحيب هشام حداد من لبنان ورح يكون معي بسهرة رؤيا شعورك رح تبدأ السنة بالأردن أول شيء شعوري رائع مع جمهور الأردن مع جمهور قناة رؤيا شعوري رائع بالبداية مع الحديد الفلسطيني كمان مع أكرم وشادي البوريني كنا نرقص بره لكن العالم لم ترقص بس كنا نرقص نجا نرقص السهرة بأولا لا تعرفني سوف نقلع مشاهدين سوف نقلع بسهرة رائعة بدأت مع الحديد الفلسطيني وسوف تكمل بفقرات جدا متنوعة سوف تبدأ كوميديا وفن وطورية للآخر وكوميديا من عندك أيضا شكرا شكرا كيف حالك؟ كيف الأخبار؟ كما قال هشام التحدي بالشعر نرى أجواء حماسية وحلوة ولكن أنا أفكر كيف قادرين دائما من خلال حفلاتكم ما شاء الله عليكم يكون سرعة البديهة قدابتكم تكونوا حفظين شعر وعندكم سرعة بديهة أنا على لحظة فكرت سأقولي أنا وشوفهم يرقص كيف قادر يرقص بها السمن الزائد فكرت سأقولي هو يرقص أنا أفكر بالشعر لا لا ما شاء الله وعندما كنا مفكرين أنتو بالعكس بك تدخل معنا تغني نعم أحب أسمع منك هو بالحقيقة يعني هذا زي ما حكيت أنت حداية طبعا في ناس أخذتها بالأساس أنه من حادية العيس وكذا وبدايات الشعر العربي هي حداية أقرب للتحديات تحدي حتى الاسم تحدة معروف عندنا الفلسطين نعم هذا لون جزء من الزجل الفلسطيني معروف يتميز عن كل أنوان الزجل الأخرى اللي معنا العتابة يجب أن يكون هناك إقاعه ويجب أن يكون هناك إقاعه والإقاعه يعملون حماس أكثر جدا والذي يميزه أكثر أستاذ شامل أنه ارتجال المنشأ يعني نغني فيه على أي مكان بأي لحظة بأي إقافية بأي كذا يعني سأتل بيقول لك عندما يعطيك موضوع تغرب ترتجي الحداية عن هذا الموضوع أجرب معه أجرب معك أجرب من أولها حالة 2021 كيف تتطع معك بحداية 2021 السنة اللي أطعت كان فيها كورونا لولا شوي يأخذونا يا رب نعاود دلعونا ونغني سوريا ولبنان ونرجع فيها بفلسطين نحيا العمر على الميلين وإن شاء الله نبقى محررين ورايتنا فوق السحبات حالو كثير هو المربع فكرته هشام إنه من أربع شطرات عشان هيك تسموه مربع اللي غنينا هو المربع وانتقلنا على شيء ثاني اسمه المثمن لأنه من ثمن شطرات اللي هو بوازن عندكم باللبنان بالضبط القرادي لما تغنوا لازم يبغنوا عليها الأبيض حالة اللي هم تتحدثون كله أنا مربع وامتمن وقرادي هولي أنا صراحة كل المعرف فيه هل تعلمون منك هو في زجل وفي قرادي وفي عدابة وفي حداية بس فلسطين بس فلسطين بس تلتقل على أردن في عنا الدحية وفي عنا شعر نبطي وشعر نبطي وشعر نبطي وشعر نبطي وشعر نبطي نعم ولكن كلهم في يون إشتا مشتركة مظبوط بس سؤال بس عفوا بس أكرم خال ولا شادي ماك بس أنا شفتك عم تلحدى خالك يعني هايدي الشغلة ما بتعمل لك مشاكل بالعيلة شوف أنا الخال يعني أنا متفاجئ اليوم إني أنا لقائي رح يكون مع الخال أنا والخال شوية عدتوا سمين زعلانين من بعض حتى في حفلة صعب نلتك أما اليوم إحنا مع بعض رؤية ومعاكم يعني حتى أنا متفاجئ لحتى الآن إن أنا مع أكرم ولحتى الآن ما تقتلناك شادي دخلنا أكتر جو الحفلات اللي بتكونوا فيها أو الأعراس إنه بالفعل بيكون وكأنه أنتوا بحرب شعرية مظبوط وصار في بينكم مشكلة عادتوا سليم تحكوش مع بعض عن جد أن تحكوه هلا أه لا عفوا يعني يعني كأنه صرنا المسامح كريم هلا كلان صلاح نحن سألي جديد شوف هنا ماذا مشكلة تفتح السيتارة أو كيف أحكوه أنا أعتبر الخال هو أستاذي يعني أنا بفكر فيه ولكن وصلت أنا أياه في الساحة الفنية في فلسطين خلينا نقول بالأخاص إنه هو له طريقته وهو قائد بالحفلة وأنا إلي طريقتي وقائد بحفلتي فلقاءنا قائدين لقاء جبابرة بدكين في حفلة بتصير يبقى اللي بدك يتمشين عرأيك يابا كله بدك تمشي ناوي هلا بالحفلة أنا فبروح مشروقة لأنه بس أنا بدي أفهم ليش صار الزعل يعني بنفس الحفلة صار في زعل قلبة جد على فكرة أختي معي إحنا ما بتوصل مرحلة زعل بمعنى الزعل إنما أحيانا مصير فيه نيرفز شوي يعني العصبية بتشتد التوتر الغناء الحشود الناس عندنا الحفلات أستاذ الشام بين فلسطين جماهيرية حتى الأعراس جماهيرية بمعنى الكلمة ناس قد ما تصور كأنك المهرجات نحن من الناس الحمد لله بنعمل حفلة وصفين وكذا في حفلات خمس ألاف إنسان يكون فيها نعم في بيناتنا وسعته أمور العائلة دعونا شوية مضبوطة بالبيت طلاقتنا في 2002 أنا خالي مش قادر أعمل أنا وياه ولا نشاط مشترك أنا خالي حكيم كلاوي شو بروح بعمل عمية غسيل الله خليلك كمان أكيد شاهدني بالإضافة للشعر والغناء الحلو اللي عم بتأدهو عم تعمل أغاني خاصة وعم بتلاقي نجاح كتير كبير في 2021 كيف كانت عليك فنياً الحمد لله رب العالمين أنا متفائل في سنة 2021 وبتوقع إن شاء الله رب العالمين تكمل على أحلى أنا بالعادة شريكي للفنان هو قاسم النجار بنعمل مع بعض أغاني مشتركة طبعاً موجه للتحية وعريس جديد موجه للتحية بنعمل أغاني مشتركة أغاني وطني أحس هشام لما نتحدث عن حدا متجوز أو عريس أو كذا هناك تعليق تحكي له إلي عشر سنين متزوجة أعطاني ملامح الحزن لا أبداً بالعاكس أقول له أنه وجلوا التحية وجلوا التحية بعض وعريس جديد لأنه بيوجلوا التحية لما يكون عريس جديد لو عريس قديم كانوا وجلوا العزاء وكرايندم يا قلت لأنه بدي يعلق فالحمد لله رب العالمين نحنا إلنا مشاهداتنا وإلنا جمهورنا اللي يحبنا وإلنا متابعيننا والحمد لله رب العالمين قدرنا أن نشكل حالي نوعاً ما بالحديث عن أمور ونحن نكون سياسية اجتماعية ووطنية تلامس المجتمع حتى حتى عندما يصبح الحدث الفلسطيني الناس تكون قاسم وشادي عن الموضوع تحكي عن حدث الأنية نعم وأغاني أيضاً تكون عن مواضيع كثير دقيقة أو ناس لم تجرأتش تحكي فيها نفوت فيها مثل مواضيع يعني مثلاً دخلنا بالكيك دخلنا 2020 بجرأة هذه نعملها دائماً تكون نوعاً ما سياسية اللي هي سلسلة أجت الجتفين يلا خلاص بأليها خلاص لا حتى على الرجل والست غنوا حتى على محوى وآدم بقصتهم كلها بطريقتهم بس نعم أنتوا من أين جئين من فلسطين؟ نحن من بورين قضاء نابلس يعني عالي قرية بين تليانية والشيء بين إيطالية بوريني مالديني قرية بورين ترى منطقة نابلس بشكل عام كان رومانية وكان عنية بالأصل لكن منطقة بوريني مأخوذة من بوريني كان في بور شرقي يقول له بور غربي بور الأرض الجرداء يعني اللي مش مسروعة يعني أنتوا بس أنتوا ساكنين بنابلس نعم؟ حالياً أنا بنابلس جبتوا كنافة أو لا جبتوا كنافة؟ لكنافة اتفقنا نحن برؤية الليلة نعمالها أنا شايفك عم تضحك عليّ لو عم كنافة جبتها معك ما تقول لي مثل اللي بنعزم عيد ميلاده أنا بعثمك على كنافة أنت بتحب لكنافة؟ أنو بالنابلس لا لا أنت تحبها على الصعيد الشخصي أنا بحكي شيء حلو ده أنا عارب حسناً حسناً إذا بدي أحكي لك تجاوبني زجال ما شيء ندمت عليه في 2021؟ نعم ما شيء ندمت عليه؟ نعم ما بدك يتكرر يا سيدي ندمت على شيء زجال تضبط شيء قريب للزجال ما مشكلة؟ مش ندمال عشي حلو مجداً مجدداً المجدد مجدداً معظمك مجدداً كلمة ندم خير الله كلمة ندم ما بحبها ولا بتستقيم عندي ولا بتمشي على درب السليم الله أوف إن كان لابد أندم في وقت يبقى عظيم بندم بها العصر المضى وكله بقيم على نفس لحظة بس ولا تاني ما قل فيها الحمد لله العظيم هذا الشيء اللي ممكن أن أندم علي بها حلو كثير مندم على كل لحظة ما قال فيها الحمد لله الحمد لله الحمد لله ملش من هسا انا ما ندمش الحمد لله طيب في حد أزعلك بالسنة خالو هلا لا ما أخذ منه غير خالف خالف غير خالف أعملكم إيش عن الزعل أعمل غير خالف وعا تشغل تفكيرك باللي راح وما وداح بكرا بيجرب غيرك بتمنى لعندك يرجع بكرا بيجرب غيرك بتمنى لعندك يرجع خلونا مظالمي بلوها الدنيا بلوها إحنا اللي عملنا قيمي لليسوى والما يسوى إحنا اللي عملنا قيمي لليسوى والما يسوى سؤال بس تكونوا بالأعراس وتعاملوا حديات يعني انتو بتعملوا يعني اشي محضرة يعني في اشيك تسوسي بالأعراس ولا في مواقف لنقول ياخي صار موقف خلال العرس بيطلع معاكم حديا على الموقف طبعا يعني مثلا ياخي العروس تركت العريس بنص العرس وفلت وانتو عادينا عم تغنوا وابضين ما صاري شو بتكون تفلوا ما حتفلوا ابضين نعمل شي شو بتقولوله وابضنا حاد يرجحها العروس ما اروحها ترجع على موقحها بجنب العارس المزيون بكرا ما بيفيدي البيت يا بنت ما يفيد الخي تعودي للعارس شوي وراح تشوفنا انا بدنا ناس يجيبوها دور لي عا أبوها وعا أهل اللي ربطوها وعارس القلبو حانون حيثا الأمر مش مزبوط تحراتي وهيكي قطوط اصبري على لنكوط وطيع فيهم في الجزدان يخلف علي ركت ولي بانكتا اي 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 اتبين الموضوع الخال مادي او الوزن وحاول ييصاله صراحة ومادي شوية صراحة انا اول مرة بتعرف على الجو اللي بيكون فيه هكي ثنائيات شعرية حلوة وبحس مسؤولية على فكرة كلمة ثنائيات يعني ممكن اكثر كلمة ضبطيها هكي بالصدفة هو الفن الحداي بالذات قائم على الثنائي ثنائيات يعني ممكن يطلع شاعري غني زاجة القصيدة لحاله لكن الحداي ما بنفعله احنا بنسمع ومننبسط بس هو كتير بده جهد يعني اجمل الكلام يقال شعرا بس برضو شرع يعني هالقدة لما يكون عندكم سرعة بديهة انا اسمحيني انه على رويا وبراز السنة هذا اللي قاعد قدامكم اكرب البوريني هو عمود الفقري للزجل الفلسطيني بالفعل وهو فعلا انا يعني هو مدرستي اكيد احنا بنتشرف بحضورك انا قادم من لبنان يعني من بلد الزجل الزجل بيعلي بس عمد حفلات وبراز عمنا حفلات لبنان وبراز احنا ماذا هذا الهمام الهدية بدي حارب انا بصراحة بدي حارب شادي كان بيقولك عم بعمل حفلات بلبنان عمنا حفلة لبراقواي للنادي اللبناني ايه منجالي لبناني نكيفوا على الحدية يعني عملنا له بزجل لبناني الاول عملناها اذا ذكر وكيفوا على الحدية حتى الامعنة وقصيد نمط للبناني لأنه جديد عليهم على جوقة إذا بعطينا حدي إلى لبنان ولو قاعد هوني يعني يعني بالاسم من دانا يلا نغني إلى لبنان والطيب بفن القفطان عهل الأرض والإيمان أهل الطيب وأهل الدين قالوا لبنان العاسل عريك حييني أرض الفينيك منها هشام الصديق مثل ما بلقى إخوان شبح والأرز الخبرة لكن على العالم حمرى معطيته الأمر همرى ونمرى معروفة باللبنان أو كوموا فرجيني طولك لو كنك نجمي باطولك طلع لي من أصولك وأرجح كفات الميزان لبنان الوادي والجابل لبنان العزي والآمل لبنان المغزى والسجل والقوافي والقفطان أنا لبنان الصوت الدافي لا فيروز بأوصافه لا تنسى ودي عصافي اسمه أرزي في لبنان لا تنسى أمضان دامور زغلولي الاسمه مشهور وطليع حمدان بمقدور فانه يعبها الأوطان أساسي كلهم طبعاً حلوة 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 نحن بالمناسبة كمان بنودي للبنان وأهلها وشعراء وزجالين لبنان تحيي مننا خاصة طالما نحن واقفين نحن بعيد رؤية ولا لا؟ صح نحن بعيد رؤية الحادي عشر؟ أنا كنت بدي أحكي بدي إش إلى رؤية ألا بيحكوا غارة لا طبعاً لا رؤية تستاهل لا نعمل حد دايم نختم بحد دايم نختم الفقرة بحد دايم لا رؤية والأردن سوا ما شو رؤية وشو الأردن؟ ما مثل معظم يعني توقم الأردن بالذات يعني بالقلب بالقلب شعب واحد من الشعبين شو ما رأيك؟ لكن لا رؤية والأردن إن شامة حد دايم نختم فيها من بعدها الحديث أنا خلص لا 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 خليك خليك دايل ساعتين نتحمل بقى أنا مع هشام بننهيها ودانا برضو نحييها والأردن بدي لبيها وتغنىها الغنية الأردن بدي لبيها ولا رؤية بحييها وبرضو بدي هنيها عقبال المئاوية يا رؤية حلوة كبيرة هادي الطيبة بتعبيري إلحالة غني بطميري نقالب صاف النية لا رؤية غني لأغاني معروفي في كل ميداني الأولى ماهي الثاني أو إلهامي عامي أنا جرب بمرك عالسرقة واسأل عن أهل البلقة والمهرم كانت سرقة وهنا خطره لعبي أنا من عمان على عبدون خلي اللون قبال اللون لأنه الصوت الحنون بالأردن مية المية عرمت وإربد وديني وعلى الزرقة المديني واهل معاني برازيني لا هني هلغني إحنا وهمي إيد بإيد وبدنا نهنيهم بالعيد تغدينا منصف وجميد لا تنسى يا عينيه اللي بيجمعنا فيهم دور مبني عالواد وعالطور أعلى مش أوطم نلغو هاي الأرض لمبنيه أنا يحمي القائد أبو حسين على الراس وعلى العين شعب واحد مش شعبين أردني فلسطيني شكرا بالعين شكرا شكرا